السلام عليكم ورحمة الله اليوم لخصة اجتماعيات اول متوسط الفصل الرابع الفصل الرابع تلخيص السؤال الاول يقول عدد المقومات الجغرافية لحضارات شبه الجزيرة العربية وبلاد الشاب فنا فقط تعداد اولا الموقع الجغرافي اثنين التضاريس المناخ اربعة الموارد الطبيعية ازين سؤال الثاني يقول لك سؤال الثاني عرف النبطيون هم شعب من شعوب العرب يعرف عند اليونان بنبطي او النبط وقد سكنوا في بادية الشام وجنوب سوريا في القرن السادس قبل الميلاد سؤال الثالث ما هي مميزات نظام الحكم في الانباط اعدنا اربع مميزات اولا انتقلوا من نظام حكم المشيخة الى نظام الحكم الملكي اثنين كانت الملكية التي حكمت الانباط محصورة في اسرة واحدة اثنين استعانة الملك في تسير امور الدولة وشؤونها ببعض الاعوان كالوزير الذي يسمى اخ الملك وعلى زوجة الملك يتألف المجتمع من الانباط من طبقات عدة هي الاسرة المالكة والكهنة والمزارعون والتجار واصحاب الحرف والعبيد سؤال الرابع اين تقع دولة تدمر؟ تقع في بادية الشام حول نبع ما يقع في منتصف المسافة تقريباً بين الفرات من جهة ودمشق وحمص من جهة اخرى يلا عيني اخذوا لها ذكرين خاطر ننتقل الى الورقة اللي بعدها تمام سؤال الخامس بمن يتكون المجتمع التدمري؟ يتكون يتكون من طبقة المواطنين وطبقة العبيد وطبقة الاجانب وطبقة التجار ما هي ابرز الاثار الهامة لتدمر؟ هو الشارع الرئيسي في المدينة وتتفرع منه الشوارع الفرعية علل ما يأتي المناخ حار وجاف يسود معظم اراضي شبه الجزيرة الجواب بسبب موقعها المتأثر بالرياح الجافة في حين تتمتع جبال اليمن بمناخ معتدل الحرارة وذي الانطار صيفية في بلاد الشام يسود مناخ يتصف بصيفه الحار الجاف وشتائه البارد الممطر تكون المناطق الجبلية اكثر احتدالاً في الصيف واكثر مطراً في الشتاء بسبب ارتفاعها وتأثير هبوب الرياح الغربية الرطبة عليها قام التدمريون ببناء السدود لحصر مياه السيول وجمعها والاستفادة منها استمرت المراكز الحضارية وازدهرت في اليمن وذلك ليفرت المياه وحسن ادارتها يلا عيني بين الآلهة التي عبدها التدمريون اشهرها الآلهة بعل وبعل السمين وبعل السماء وبرحيل وآلة القمر ممن يتكون المجتمع العربي من الحضار والبدو سكن الحضار في المناطق الخاصبة في جنوب شبه الجزيرة العربية اما البدو فقد انتشروا في الاراضي الصحراوية من المناطق الوسطى والشمالية امن الفراغات الآتية تقع شبه الجزيرة العربية في الطرف الجنوب الغربي لقارة فراغ آسيا ويحدها من الشمال الى العراق بلاد الشام يتكون المجتمع العربي من الحضار والبدو تمثل البترة موقعها ستراتيجيا اتقع في منطقة قاحلة يصل ارتفاعه الى ما يقارب الف متر تشكلت تلك الاقوام المهاجرة دولا وممالك مثل دولة الانباط تدمر والغساسنة في بلاد الشام وكندا وسط شبه الجزيرة العربية وممالك سبأ ومعين وحمير في جنوبها ها هي خلصا طبعا تسع اسئلة ان شاء الله تستفادون من عندها وان شاء الله التوفيق